اولادي وبناتي طلب التصف الاول السانوي اهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة عاطف عدلة الاحياء والدلوديا وان شاء الله النهاردة برضو معاكم مش هنسبكم لغاية اخر اللحزة اتخرت عليكم علش في سبب الشغط طبعا المشغولية يكن طبعا انتو حبيبي فهحل معاكم خمسة وعشرين سؤال للمراجعة النهائية في الوراثة وان شاء الله تلاقوا منها حاجات بكرة في الامتحان ويكون لكم استفادة كبيرة من المراجعة مع القناة والاعداد بتاع الاسئلة الاستاذ عاطف عدلي وخمسة وعشرين سؤال في الوراثة ونفسر مع بعض عشان نحسب طلبكم برضو ونشوف اول سؤال عشان ما ضيعش الوقت بتاعكم اول سؤال بيقول لنا اه تحتوي نواة خلية في معدة زكر الانسان طيب نواة خلية في معدة زكر الانسان هنشوف كده هو ان الزكر اربعة واربعين ايوة زائد اكس ووي طيب يبقى تحتوي نواة خلية في معدة زكر الانسان دوت كروموسومات هل بتحتوي على زوج من الكروموسومات الجنسية المتمثلة هل ده متمثل ولا غير متمثل غير متمثل يبقى دي مش تنفى زوج من الكروموسومات الجنسية غير متمثلة صح يبقى دي صحة كده كروموسومات جسدية فقط لا فيه كروموسومات جسدية وفيه كروموسومات جنسية كروموسومات جنسية فقط لا فيه جنسية وفيه جسدية يبقى دي مش اتنفى ودي مش اتنفى بل الاختيار بتاعي الاختيار اه باقي السؤال التاني اه زوج الكروميسومات الاكبر في الحجم مباشرة من زوج الكروميسوم رقم اه تمانية هو بيقول لي اكبر مباشرة يا ترى مين الاكبر مباشرة يا اولى سانوي الاكبر مباشرة هو ايوة سمعكم طبعا هيكون الاكبر مباشرة من تمانية اللي هو تلاتة وعشرين تمام لان هو كان رقمه سبع فحاليا وضعه تلاتة وعشرين لانه الكروميسوم الدنسي لكن هو اكبر مباشرة من ايوة من تمانية يعني هو يزبقه في الترتيب يبقى نختار تلاتة وعشرين عدد الكروميسومات عدد الكروميسومات ايوة سمعكم عدد الكروميسومات في خلية من جلد الانسان تلاتة وعشرين زوجا فكم عدد الكروميسومات الجسدية وهنا في طلبة كتير بتسأل هو بيسأل على كروميسومات جسدية مش قال عدد الكروميسومات لان الكروميسومات فيها جسدي ايوة وفيها جنسي هو بيسأل على الجسدي ركز معاي بعد اذنك يبقى هو بيسأل على الجسدي يبقى الجسدي كام في الحيوان المنوي يبقى الحيوان المنوي اتنين وعشرين زائد اكس او 22 زائد وي يبه هو العدد هنا 22 هل زوج؟ لا مش زوج لكن هو 22 من غير زوج يبه ده الاختيار بتاعي الصح نسبة ظهور الصفة السائدة الى المتنحية في الجيل التاني في حالة السيادة التامة كام يطرى لمندل يبه هو عاوز الجيل التاني لمندل النسبة كام؟ ايوة طيب النسبة في مندل هتكون ايوة نعملها مع بعض ونشوف نسبة ظهور الصفة السائدة الى المتنحية في الجيل التاني في حالة السيادة التامة المندل هتكون لو رجعت للجدول 9 ل3 ل3 ل1 9 سائد في الصفتين 3 سائد اول متنحة تاني 3 متنحة اول سائد تاني واحد متنحة في الصفتين شوف بعد كده بيقول لنا كم عدد انواع الامشاج الناتجة عن تهجين نبات طويل الصاق يحمل اظهارا كرمزية تركيبه الجين دوت مع نبات اخر يحمل الصفتين المتنحيتين طب نركز مع بعض ونشوف اتنين ولا اربع ولا ستة ولا تمانية هو بيقول عدد انواع الامشاج ان او عاوز انواع يبا بيسأل عن نوع طب ناتجة من تهجين نبات طويل الصاق يحمل اظهار تركيبها دوت يبا هنه فية تي كابتل فيée تي كابتل تي سمول ار كابتل ار سمول ثمان يبا فيه تي كابتل تي سمول ار كابتل ار سمول معه نبات يحمل الصفتين المتنحيتين يعني t small t small r small r small هنا هيدي t capital r capital هذا اول نوع هيدي t capital r small ده تاني نوع هيدي t small r capital وهيدي t small r small يبه اربع انواع طب النبات دوت هيدي t small r small طب ما هو ده اتقرر هنا يبه هم اربع انواع لكن مش بيقولي هنا العدد بتاع الامشاج هو بيقولي كام نوع كام نوع يعني ده تقرر محسبوش يبا اختار اربعة يبا نرجع تانا للاختيارات ونختار ستة به اللي هي اربعة نشوف بقية الاسئلة بتاعتنا مع بعض بيقول توجد الكروميسومات توجد الكروميسومات في النستوك في النواة تمام هل الكروميسومات في النستوك توجد في النواة طب ما النستوك بكتيريا والبكتيريا ما عندوش كروميسومات لان المادة الوراسية توجد في السيتوبلازم ما تكونش على شكل كروميسوم وتحتوع المعلومات الوراسية لها هل الكروميسوم يحتوع المعلومات الوراسية للنستوك النستوك اوليات نواة يبا العبرتين خطأ ما عندوش كروموسوم أثناء دراسة صفة لون الأظهار في نبات البازيلاء ما نسبة الأفراد اللي تحمل R-Small في الجيل الناتج يبقى أنا بدرس صفة لون الأظهار في نبات البازيلاء ما نسبة R-Small في الجيل الناتج طبعا في الجيل التاني يبقى أنا عندي الجيل اللي هو التاني هيكون R-Small في R-Small هيطلع هو بيسأل هنا بيقول عاوز نسبة R ما نسبة الأفراد اللي تحمل في الجيل التاني طيب أدي R في R وهنا في R وهنا في R ده ما فوش يبقى هنا النسبة 75% لأنها يشيل 25% ده اللي بيحمله ال R يبقى هنا هنختار 75% يستخدم يستخدم الطرز الكروميسومي في تحديد عدد الكروميسومات ده كلام مصبوط في تحديد عدد الكروميسومات والأمراض الوراثية طبعا ما ينفعش أخطار طبعا الأمراض الوراثية تمام يبقى العبارة الأولى يستخدم الطرز الكروميسومي في تحديد عدد الكروميسومات ده صح لكن هل بيعرفن الأمراض الوراثية يبقى طبعا العبارة الأولى صحيحة والعبارة التانية خطأ واختار الاختيار دوت شوف السؤال بعد كده أي العبارة صحيحة عن مفهوم الجين ده سؤال مهم وركز فيه يبقى إذن أنا عاوز العبارة الصحيحة عن مفهوم الجين يتكون من عدد من جزئات الـ DNA لا طبعا ده الجين جزء من الـ DNA الجينات تتابعات على الـ DNA يتكون من نيوكلوتيدات أيوة الجين يتكون من نيوكلوتيدات يتكون من البروتين والـ DNA ده الكروميسوم يتكون من بروتين تحدث ظهور الصفة الصفة الوراثية هو بتكون من بروتين ولا بتكون من نيوكلوتيدة يتكون من نيوكلوتيدة وده وحدة بناء الجين والـ DNA تتابعات من الجينات وكل جين يظهر صفة وراثية واحدة. 11 بيقول لنا عند تزاوج حيوان احمر الشعر مع اخر ابيض الشعر كان جميع الافراد الناتجة ذات شعر اصمر. يبا دي صفة وسط. فاي من التلقاحات يعطي افراد شعر اصمر بنسبة خمسين في المية. يبا عاوز النسبة تطلع خمسين في المية اصمر. طب لو عملنا كده ايه? اصمر مع اصمر. يبا اصمر مع اصمر. نشوف كده مع بعضينا ونعملها مع بعض اصمر مع اصمر ونشوف ار كابتل دابليو كابتل مع ار كابتل دابليو كابتل هيطلع ار ار احمر. ار دابليو اصمر. ار دابليو اصمر. دابليو دابليو ابيض. يبا اينا نسبته كام? خمسين في المية. يا اولى سنة. يبا نختار طبعا اصمر مع اصمر. عشان هو اللي هيطلع خمسين في المية. نكمل مع بعض ونشوف. بيقول لنا ايه? بيقول لنا ازا كان عدد الكروميسومات في خلية من خصية القرد سين. كم تكون عدد الكروميسومات في خلية جلد القرد? طب ما الخلية اه الخصية خلية اه اتنين نون يعني خلية جسدية. طيب وخلية الجلد خلية جسدية. يبا سين هي سين. يبا الاختيار بتاعي نفس الايه? نفس العدد. تزوج رجل فصيل الدم ناقية بتحتوى على مولدات التصاق بي. طب مين اللي عنده مولدات التصاق بي? يبا الفصيلة بي. بامرأة فصيل الدم اللي تحتوي على مولدات التصاق يبا او. فما احتمال وجود فصائل الدم التي تحتوي على الان تي ايه? بين الابناء. طب نشوف كده. هو بيقول لدلوقتي فصيلة الدم هنا تحتوي على مولدات التصاق بي ناقية. يبا بي بي في او. هيطلع كله بي او. طب بي او دي عندها مولدة بي وعندها جسم مضاد ايوة ان تي ايه. يبا هنا هيكون الان تي ايه هنا موجود بنسبة الان تي ايه بنسبة مية في المية. يبا هنا اختياري ديال. الاختيار الصح هنا هيكون ايه? هيكون الاختيار ديال. نكمل ونشوف باية الاسئلة مع بعضينا. وبيقول لنا السؤال اربع تاشر. ركز معاه بعد ازنك. بيقول لك عنده ظهور صفة في الابناء لم تكون موجودة في الاباء. يدل لذلك اكيد طبعا ان الايه? الابوين هجين. بمعنى لو هو ار كابتل ار اسمول كرموزي. ار كابتل ار اسمول كرموزي. هيطلع ار كابتل ار كابتل ار اسمول كرموزي. ار كابتل ار اسمول كرموزي. بس هيطلع ابيض. يبا هنا الاتنين هجين. في دراسة الجينات المتكملة يوجد كام طرز مظهري وكام طرز جيني هل طرز مظهري فقط وتسعة جيني ولا تسعة طرز مظهري وترزون جينيين ولا طرز مظهري طرز مظهرية فقط وتسعة طرز جينية مختلفة يبقى طرز مظهري فقط طرز مظهري فقط وتسعة طرز جينية ولا طرزان مظهريين فقط وتسع طور الجينية طيب انا عاوز افسرها يبا عندنا الجينات المتكاملة الجينات المتكاملة ايوة الجينات المتكاملة عندنا عندنا اللي هو الابيض والكرموزي يبا كم طرز مظهري اتنين يبا دا مظهري طرز مظهري طب الابيض ليه كام طرز جيني خمسة طب الكرموزي ليه كام طرز جيني اربعة يبا هنا خمسة زائد اربعة هيطلع تسعة طرز جيني يبا فيه اتنين وتسعة نروح نشوف الاختيار هنلاقي اتنين طرزان مظهريين وتسعة جيني انجبت انسى الاسد انجبت انسى الاسد اربع اجبال منهم شبل متضخم من رأس مات بعد ثلاث ايام من ولدته يا ترى الحالة دي ايه ايوة جينات مميتة بتوقف عمليات حيوية في جسم الكائن الحي زي التنفس زي التغذية فيموت الكائن الحي مش انعدام سيادة ولا جينات متكاملة ولا سيادة تامة اذا كان التركيب جين الربع النسل الربع لابناء اسمول اسمول فان التركيب الجيني للابوين الربع يبوا نشوف الاختيار ده هيدي ايه كابتل ايه كابتل هيدي ايه كابتل اسمول يدي ايه كابتل اسمول ويدي اسمول اسمول يبوا ده الربع خمسة وعشرين في المية يوبоб skeptical دول. احد الصفات التالية تعتبر من الصفات المرتبطة بالجنس في الانسان. القرون دي متأثرة بالجنس. اللحية دي محددة للجنس والشارك. الصلع متأثرة بالجنس. يبضموه العضلات وكسر النظر. الفرد اللي بينتج من اخصاب بويدة سليمة بحيوان منوي اتنين وعشرين زائد اكس. البويدة سليمة اتنين وعشرين. زائد اكس نجمة. هيطلع انسة طبيعية. انسة طبيعية. اذا علمت اما عدد الكروميسومات في خلية جسدية لانسة الحصان وزكر الحمار. طبعا هيدي البغل اربعة وستين واثنين وستين على الترتيب. فان عدد الكروميسومات في الخلية الجسدية للبغل والبغل عقيم غير قادر على التزاوج والانجاب. الاربعة وستين نصة كام? اتنين وستين. اتنين وتلاتين. طيب. والاتنين وستين نصة كام? نصة واحد. وتلاتين نجمة. يوبة اتنين واحد تلاتة. وتلاتة وتلاتة ستة. يوبة ده الاختيار السليم بتاعي. شوف السؤال بعد كده. ما الحالة الورصية اللي بيدل فيها الطرز المظهري على الطرز الدين اكيد اللي هو وراسة لون الريش في الدجاج الانجلس دانعدام سيادة. يتكون صبغ الكوروروفيل في نبات الدرة لما يتواجد الدين والدين اهم وتعرض لزروب بيئية مناسبة زي الضوء. عدد الكروميسومات في زكر كلين فيلتر سبعة واربعين كروميسوم. يتساوى عدده في كل مما يلي ما عدد. زكر داون سبعة واربعين كروميسوم. انسة داون سبعة واربعين كروميسوم. انسة تضاع بجنس سبعة واربعين. يوبة اذا هختار لا يتساوى مع انسة تيرنر. قد ينتج تزاوج افراد بتحمل الصفة المتناحية معا. افراد تحمل الصفة السائدة. وده سؤال مهم. طبعا الجينات المتكملة. كل جين يزهر اثره. فتظهر الصفة السائدة. وهي اللون الكروموزي. السؤال دا في اكتر من حد بعد تاني. لانه كنت حلو في الفيديو اللي فات. وعاوزينه تاني مصطر فهحلو معاكم بسرعة. بيقول لنا عندنا النبات ده اكمل الجدوى للأول. ونشوف الجدوى هنكمله ازاي? مع بعض. ونحل السؤال. ونشوف. هنا بيقول لنا ايه كابتل? وبي كابتل وهنا ايه سمول? بي سمول. وهنا في صاد وسين وصاد مش موجدين. طب نشوف كده يا شباب ايه كابتل? هنا ومعها ايه سمول. عشان ده طلع امشاجها. ومختلفين بي كابتل بي سمول. يبه ده النبات دوت. يبه ايه? فاضل عندي لو طلعت الامشاج بتاعته. هيبه الامشاج النبات دوت. هيبه ايه كابتل بي كابتل بي سمول بي سمول بي سمول. يبه هنا في اربع انواع من الامشاج. طب نبص ده موجودة اها فاشتب عليه. تمام? طيب والاي كابتل بي كابتل موجود اشتب عليه. يبه افاضل الاتنين دولة. هل هو سين او صاد? استنى شوية. نشوف طيب هنا بيقول لنا في عين وليم مش موجودين. طيب لو احب بصيت هنا هتلاقي هنا في ايه? فيه. هنا كده فيه اللي هو دوت ايه كابتل. وبي كابتل موجودة هنا. وايه كابتل وبي كابتل موجودة هنا هو. يبه فاضل مين? فاضل ايه كابتل وبي سمول. يبه هنا ديه. وديه اكتبهم هنا. ايه كابتل بي سمول. تمام? طيب هنا بيقول لنا في اسمول اسمول بي كابتل طب ما هنا في اسمول وبه اسمول. يبه فاضل اسمول بي كابتل. اكتبه هنا اسمول 아빠 وبي كابتل. اهو كتبت هنا نكمل بقى نجيب ده مع ده. يبه. ايوا. سمعكم ايه كابتل اسمول بي كابتل بي كابتل. تمام. حنشوف بقية طبعا هنا فيه عرفت هنا جبت ده باسمولها يباجي أن أجدت الأربع أنواع الأمشاك كتابتم هاوت طيب نشوف هنا هاوت فيه هنا باسمول تمام يباجي أن أفادل عندي اكتبه هنا كده أنا خلصت طبعا الصعب نكمل بقى عادي يبا هنا في اي كابتل اي كابتل بي كابتل بي كابتل تمام هنا اي كابتل ده مع ده اي كابتل اسمول بي كابتل بي كابتل طيب ده مع ده اي كابتل اي سمول بي كابتل بي كابتل طيب ده مع ده اي سمول اي سمول بي كابتل بي كابتل تمام يبا انا كده كملت الجدول بالكامل استنتج التركيب الجينية للآباء طب الآباء هنا دوت قلنا E-capital small B-capital B-small طيب بالنسبة للأمشاك ديت E-capital small E-capital small B-capital B-capital وليكن ده المذكر وده المؤنس مش هتفرق معاه تمام ما نسبة الأزهار البيضاء اللي في الناتج من تهجين أتنين أهوت E-capital أيوة small B-capital B-capital مع خمسة خمسة هوت E-capital small B-capital بي-capital عاوز الأبيض عشان ده نبات بسلة الزهور مش بسلة الخضر هنا هيدي E-capital B-capital وهنا هيدي small B-capital يعني يدي نوعين هو هو دوت هيدي E-capital B-capital وهيدي small B-capital ناخد النبات ده المشيك ده مع المشيك دوت هيطلع نكمل ونشوف هيطلع إيه؟ هيطلع هنا كده E-capital E-capital B-capital B-capital ده كرموزي طيب ده مع دوت هيطلع E-capital small B-capital B-capital ده كرموزي طيب ناخد ده مع ده E-capital small B-capital B-capital كرموزي آخر واحد هيطلع ده مع ده small B-capital B-capital ده أبيض يبه واحد لتلاتة واحد أبيض لتلاتة كرموزي ونتمنى لكم طبعا أعلى الدرجات ولو في أي سؤال أنا منتظر واتصلوا ابعاتوا طبعا على الواطس طبعا هتواصل معاكم وإن شاء الله هحل لكم كل الأسئلة اللي تطلبوها وأعلى الدرجات إن شاء الله يا أولى سنوي نطلب منكم دعوة صالحة ولايك وشير للقناة عشان توصل الاستفادة للجميع